السلام عليكم والإخوان حياكم والله معكم أخذي لكم علي باريش البارح بالليل جوج الوحدة على الليل تقريبا الموريشانيين عند صنداج تجاكات موقعة نبيقة الحواش تسمعوا واحد صوت غريب وهو صوت انفجار سكان هذا القرية تقريبا الخلاء يعني ما هي مدينة ولا خلاء قرية عادية قرية بداوية سكان هذا القرية تسمعوا صوت خافوا وتخلعوا يعني تسبب لهم الصوت اللي هو صوت انفجار هلا كبير خرجوا وجبروا حفرة حفرة في الأرض في عمق تقريبا مترين قطر أربعة أمتار تقريبا جبرواها وتخلعوا وعادوا يصوروا وخرجوا الناس بكترة الموريشانيين بكترة وتم تداولوا في ذاك الوقت على أنه صوت انفجار وعلى أنه قذائف أو صواريخ أو جسم غريب أو شيء من هذا القبيل سقط وتسبب في هذا الحفرة وبالتالي عاد الهلاء تطوروا وانتعشر في كامل طراب الموريتاني الموريتانيين كاع خافوا اليوم في الصباح باكرا خمسة سادي الصباح توجه الدرك الموريتاني إلى عي المكان وتأكد من الواقعة وصدر بيان بلاغ تقول فيه على أنه مسقط حتى جسم نهائيا وأنه الموريتانيين ما سمعوه حتى صوت انفجار وتاقطوا صور وأكدوا أكدوا على أنه ما زال غضي واصلوا البحث لأنه قالوا مشوكوك إلى موقع حتى انفجار ومسقط حتى جسم غريب إذن شنه السبب هذه الحفرة هل هم الموريتانيين بمجرد سقوط هذا الجسم غريب أخدوه ودوه وصرقوه ومشوبي ربما يقدي يكون حتى ذلك الأحزار تامين اللي كتعرفون نازك والموريتانيين معروفين بالتجارة في هذا المياه هل هو نازك سقط وتسبب هذه الحفرة هذه الحفرة أكيد من وراها مو سببات لكن كي يقال السؤال لاش درك الموريتاني قال على أنه مسقط حتى حتى حاجة وفي نفس وقت كتبوا إلى أنه مازال القادية في طور التحقيق عم باش نبلغوا الإخوة الموريتانيين وجميع المغاربة اللي تابعونا درك الموريتاني زار هاد المنطقة اللي وقعت في هذا الواقع واشدر بلاغ قالوا فيه لأنه ما جبروه حتى حاجة ما جبروش أي جسم وخلاوا القادية بين قوسين بين معقوفتين عليه عالم الاستفام قالوا له ينواصلوا نعرفوا سبب هذه الحفرة ونتأكدوا كان سقط جسم ولا ما سقطش وكتقول الفرضيات أنه ربما كان هاد المنطقة منطقة بير بير قديم كان محفور ونزل نزل هاد الطرابل هاد البير وتسبب هاد الحفرة وقعت لي نحن في المغرب وقعت في توركيا وقعت في عائد كبير من المنطق في العالم هل هي بداية مؤشرة أخرى هل سيدروم زيزال تقريبا في موريتانيا هل سقطش اجتم غريب منيزك أو شيء من القبيل وصرقوه الموريتانيين هل هو صاروخ نزل لأنه الناس الموريتانيين عند الصنداج تجاجة كانت مقاطعة نبيك للحوش يسمعوا انفجار يسمعوا فعلا انفجار وخروج الموريتاني بذلك الكم سببه الانفجار لأنه كان فقط تقب أو حفرة ما كانوا يخرجوا الموريتانيين في نفس الوقت كانوا يخلوا حتي الصباحتي كتشفوا فتأة حتى الموريتانيين يكتشفوا هاد الحفرة أو هاد البير فجأة في صباح باكرا راهوا الليل كان ضام الليل وخرجوا الموريتانيين من سكان هاد القريات توجهوا النقطة اللي تسمع فيها الفجار حتى يتباغتوه ويتفاجئوا بهاد البير أو بهاد الحفرة عكس كلام الضرك الموريتاني حياكم الله وإحي الشعب المغرب العظيم وقال ليس بسزو تلك الهجي قبيناة قرحني له قدارين وتمع شوفنا دولتنا حنا شوفنا رازي شوفنا رازي شوفنا رازي شوفنا رازي شوفنا رازي والله لا يوجد مشكلة الحزو عن نوتو بعد ما أوضح لي في شيء باعت هذا جاء هذا جاء هذا جاء هذا جاء جسد يا صاحب يا صاحب يا صاحب يا صاحب اشتركوا في القناة